قام العهل البريطاني الملك تشارلز الثالث وولي العهد الأمير ويليام بتحية طابور طويل من الراغبين في إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة أليزابيث الثانية أمام قصر وست مينستر في لندن وتتواصل في بريطانيا الاستعدادات لجنازة الملكة حيث تحجد السلطات جهودها لحدث يليق بالمناسبة مع توافد عدد كبير من قادة العالم للمشاركة في مراسم الجنازة هذه الصور المباشرة من داخل هذه الكاتدرائية في وست مينستر حيث يوجد نعش الملكة إليزابيث الثانية وهو مسجأ الآن داخل هذه القاعة حيث يقوم البريطانيون بشكل يومي بإلقاء نظرة الوداع للملكة إليزابيث الثانية التي تقام مراسم دفنها يوم الاثنين المقبل عموما جياب أبو صافية معنا من لندن إذن جياب يستمر هذا الحدث الملكي المتعلق باستعدادات الجنازة جنازة الملكة إليزابيث حدثنا عن أهم الإجراءات المتبقية إلى غاية موعد دفن الملكة إليزابيث الثانية يوم الاثنين المقبل نعم فضيلة بالإضافة إلى ما تحدثت به حول زيارة المواطنين والطوابير التي تمتد لأكثر من خمسة كيلو مترات طوابير تنتظر منذ أكثر من عشر ساعات وحتى خمسة عشر ساعة للوصول إلى نعش الملكة وإلقاء النظرة الأخيرة بالإضافة إلى ذلك هناك زيارات لقادة الدول الذين بدأوا بالفعل الوصول إلى المملكة المتحدة كان هناك عدد من الزيارات في داخل وست مينستر هول أو قاعة وست مينستر حيث نعش الملكة إليزابيث الثانية بالإضافة إلى وصول الوفود المشاركة في الجنازة ابتداء من اليوم وغدا سيشهد أيضا وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحضر ممثلا عن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من القادة والملوك والزعماء ورؤساء الوزراء بالإضافة إلى قادة عدد من الدول هنا هذا الطابور وهو طابور آخر لمن هم ذو الإحتياجات الخاصة بالإضافة إلى من يملكون تقارير طبية تمنعهم من الناحية الصحية من الانتظار في الطوابير لمدة طويلة ولكن هنا أيضا الانتظار ليس بعدد قليل أو بساعات قليلة ربما ينتظر هنا لساعتين أو ثلاثة أو حتى تمتد إلى خمس ساعات هذا الطابور يمتد لنحو كيلو متر أو أكثر بقليل من المواطنين ربما عملية الإجراءات هي أسرع منه من الطابور الآخر الذي يمتد لخمس كيلو مترات بسبب الحالة الصحية لهؤلاء المواطنين طبعا فوجئوا عدد من الذين كانوا ينتظرون في الطوابير بزيارة الملك وأيضا ولي العهد بالإضافة إلى أن هناك أيضا خرج عدد من أفراد العائلة المالكة من قصر باكينغام قبل قليل وألقوا بالتحية على جمهور المواطنين الذين ينتظرون من أمام القصر البعض اتخذ مكانا في محاولة منه للتشبث بها حتى يوم الاثنين وإجراءات الجنازة الكبيرة جدا هناك أيضا افتتح لانكستر هاوس أو بيت لانكستر وهو بيت ملكي أيضا أو تابع للملكية تديره الحكومة البريطانية والذي سيتخذ مقرا لكتابة الرسائل الأخيرة والرسائل التعزية من قبل كبار الزوار وأيضا قادة وزعماء الدول الذين يصلون تباعا إلى المملكة المتحدة للمشاركة في الحدث الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة شكرا لك جيابة بوصافية مراسل سكاينيوز عربية في لندن ترجمة نانسي قنقر